ده كترة عاملين ايه؟ رجعنا تاني نراجع هنرجع النهاردة على اهم البوينز اه اللي في محاضرة الدرمتالوجيك كوزموتوك بريسيدرز معاكم اه زملتكم منا محمد امتياز ان شاء الله اه نبدأ بقى نرجع كده على اهم البوينز اول حاجة النهاردة احنا احنا قلنا ان احنا عندنا في محاضرتنا اربع عناوين كبيرة وهنتكلم على باختصار كده على اهم النقاط في كل ايه؟ في كل موضوع اول حاجة الكميكال بيل تاني حاجة ثلاث حاجة الويترينيوم توكسن او البوتوكس ورابع حاجة الليزر سيرجري هنتكلم على الكميكال بيلز وزي ما انتو عارفين انتو شاطرين وزاكرت المحاضرة احنا مجرد بنراجع مراجعة سريعة قلنا الكميكال بيل في منه تلات انواع عندك سوبرفيشل بيل وعندك ميديم بيل وعندك ديب بيل سوبرفيشل بيل بستخدم فيه الالفا هيدروكسي اسد او اي ميلد اسد تاني بعمل بيه بنتريشن لطبقة الابدرمز علشان يعمل لها جنتل اكسفولييشن تمام وبعالج بيه الحاجة الميلد سكن وعشان احسن بيه مظهر البشر تاني حاجة الميديم بيل والميديم بيل بستخدم فيه جلايكوليك اسد او ترايكولورو اساتيك اسد وده بيعمل لي بنتريشن للبابلاري لحد الابر ريتيكولر ديرمز تمام ده بيشيه عشان يشيل الدمج سكن وعشان يحسن من شكل الجل وعشان يعمل امبروفمنت للسبرويك كيراتوزيس والفاين رينكلز خلي بالك من كلمة فاين وعشان خاطر يشيل لو فيه اي قشور او راف سكن في بعض الامرات زي الاكتانيك كيراتوزيس بعد كده هنتكلم على الديب بيل والديب بيل بستخدم فيه مادة اسمها ترايكولورو اساتيك اسد او الفينول وده بيبقى حمض قوي جدا بعمل بيه بنتريشن لطبقة عميقة من طبقات الجلد اللي هي الميدر تيكولر ديرمز وعشان برضو يشيل الدامج سكن وعشان يعمل تريتمينت او بيشيل المودرت لاين والسبرويك كيراتوزيس والفريكلز واي سكورز ويقولك ان وده اكتر نوع الباشنط فعلا هيشوف فيه دراماتيك امبروفمنت في السكن أبيرنز تمام وبعد جلسة واحدة بس طيب تاني حاجة نتكلم عليها الصوفت تيشو اجمينتشن او الفيلرز قولنا الفيلرز ده انا بستخدمه عشان اعمل حاجتين عشان اعمل كوريكشن للفيشير رينكلز زي النيزولابيا الفول او بعمل اجمينتشن لبعض اماكن في الجسم زي الليبس والتشيكس طيب انا ايه الاماكن اللي ماينفعش استخدم فيها الفيلرز في الاجمينتشن البريست والباتكس طيب ايه الماتيريال اللي انا ممكن استخدمها في الفيلرز قولنا عندنا عنوانين كبار اول حاجة مواد الجسم بيكسرها ودي بنسميها تمبراري ماتيريالز ومواد الجسم ببيكسرهاش ودي هنسميها بيرمنانت ماتيريالز طب ايه امثلة على التمبراري ماتيريالز او الابزورباب والماتيريالز زي الكولوجين الهيلورونيك اسد البلا اللي هي البولي إلاكتك اسد والكالسيوم هيدروكسي أبيتايل اول حاجة الكولوجين الكولوجين لازم اعرف فيه معلومتين مهمين ان الكولوجين جاي من الكاوز او جاي اللي هي الكاو اللي هي بوفاين سورس او من الهيومان سيل تمام وقلنا الافكت بتاع الكولوجين بيبقى من 3 ل 4 شهور وده الشورتست لاستنج انجكتابل فيلر ماتيريا الشورتست لاستنج انجكتابل فيلر ماتيريا الكولوجين هو الشورتست لاستنج انجكتابل فيلر ماتيريا تاني حاجة الهيلورونيك اسد وقلنا الهيلورونيك اسد ده طيب اوف بولي ساكرايت تمام بيقادر ان هو يعمل مع المية ويتحول لجيل فورم تمام بيعمل سموثينج افكت للبشرة بحقن بيه عايعمل سموثينج افكت طيب الهيلورونيك أسد ده أنا بطلعه من إيه جاي من البكتيريا أو من الروستر كومس طيب الهيلورونيك أسد ده الإفكت بتاعه بيفضل موجود قد إيه من 6 شهور ل 12 شهر يبقى الكولوجين من 3 ل 4 الهيلورونيك أسد من 6 ل 12 شهر بعد كده عندك إيه عندك الكالسيوم هيدروكسي أبيتايت والكالسيوم هيدروكسي أبيتايت ده نوع من المنيرالز بحنا قلنا كالسيوم يعني منيرال وموجود منيرال طيب في الجسم الإنسان هيبقى موجود في التيث والبونز طيب الهيلورونيك أبيتايت ده بيقعد 18 شهر نيجي لآخر حاجة وأحسن حاجة هي البلة ليه أحسن حاجة؟ لأن هي أطول مدة بتقعد حوالي سنتين ولكن في معلومة مهمة لازم أعرفها عنها إن هي من ميد بوليمر وإن هي الإفكت بتاعها بيظهر على فترات يعني over a period of several weeks وإن هي بتتحقن في series of injection عشان كده الإفكت بتاعها بيظهر على periods of several weeks لأن هي بتبقى series of injection مش زي المواد التانية طيب بيبقى إحنا كده إيه؟ خلصنا الabsorbable material أو البيو دي جريدبل material الحاجة بقى أن أنا absorbable أو البرمننتمaterial اللي الجسم بيكسرهوش زي إيه؟ زي البوليميثايل متا كريستيلايت بيتز البي ام ام اي طيب البي ام ام اي مايكروس فيرس قلنا إن هي man made polymer مشي وإن هي بتبقى tiny و rounded with smooth not absorbed by the body ولكن لما أنا بستخدمها كسوف تتشو filler مشي بتبقى gel like solution بزود عليها cow collagen علشان أعمل لها حقن في الفيس تمام؟ يبقى دي البوليميثايل متا كريستيلايت بيتز إن هي man made polymer وإن هي not absorbed وإن هي بتبقى في gel like وبزود عليها cow collagen تمام؟ ايه هي risks أو side effects بيقولك إن الفيلر بينتج عنه long term side effects أو short term side effects بعد الحقن على طول ولكن بيقولك إن أغلب الحقن بتاعت الفيلرز side effects اللي بتظهر عندها بتبقى short after injection and most go away in less than two weeks يعني بتختفي في خلال أسبوعين أقل من أسبوعين كمان تمام؟ بيقولك إيه هي common side effects إحنا بنرجع يا جماعة برضو نأكد عن نقطة دي إحنا بنقول الأهم أهم البوينس الموجودة في المحاضرة أنا أسفع على الانترابشن بس لازم كنت توضح النقطة دي فأنا هقول الأهم البوينس هنا لليك تعرفها هنا إن في حاجات من الفيلرز لازم أعمل فيها allergy test ليه؟ علشان هي أصلا جاية من cow أو bovine أو حاجة حية زي مثلا إيه؟ زي الروستر كومس والكاوس فأنا بعمل لهم allergy test ثاني حاجة الكومون سايد افكتس اللي لازم عرفه إن هي الكومون سايد افكتس زي الريدنس البروزنج السويلنج البين والتندرنس والإيتشينج والراش طب إيه هي الليس كومون سايد افكتس اللي ما بتحصلش كتير ولكن لو حصلت تبقى كارثة الجرانيولومة والنديوز ليه لو حصلت تبقى كارثة لأن أنا عشان أعالجها لازم هيبقى فيه سيرجيكل سيرجيكل هاستخدمها سيرجيكل البوتوكس البوتوكس ده بيبقى عبارة عن سم بستخرجه من نوع بكتيريا معين اللي هي والبكتيريا مهم اسم البكتيريا مهم بعمل له إيه التوكسن اللي أنا بخرجه من الكولستيريديا بوتورينيون بكتيريا بعمل له بعمل له علشان أبدأ أستخدمه في حق في الوش طب أنا ليه بحقنه في الوش علشان هو بيعمل في العضلة اللي أنا بحقنه فبالتالي بيقللك من مظهر التجعيد اللي بتبقى النتجة عن حركة العضلة دي تمام فأنا بيعمل temporary paralysis عن طريق ايه عن طريق ان هو بيروح في motor end blade بيمنع لك خروج الاسيطايل كولين بيعمل في الموتور end blade فبالتالي بيعمل temporary paralysis والدكتورة اكدت على حتة temporary temporary paralysis تمام طيب بيقولك ايه بيقولك ان البوتوكس ده بينتج عنه side effects كتير قوي وان فيه most common side effects وفيه most serious side effects المست common side effects اللي هي drooping of eyelid وهيدك وبروزنج طب ايه هي very serious problems اللي هي ان البوتوكسي يبدأ يحصل له spread ويروح اماكن المفروض ما يروح لهاش ان هو مثلا يروح لي المسلز بتاعت ال swallowing او المسلز بتاعت ال breathing فبالتالي هيعمل مشكلة في العين ده عين ده ممكن يحصل له asphyxia وسوفوكيشن ويموت يتخنق من قلة الاكسوجين اللي داخله طيب بيقولك ايه بيقولك ان المشكلة دي ممكن تأدي للدست في الاخر فهو خطير جدا خطير جدا عشان كده لازم يبقى الدكتور اللي بيحقنه skilled رابع حاجة واخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي laser surgery و laser surgery الايم منه ان هو بيعمل destruction من غير ما يضر الخلايا اللي حواليها surrounding tissue ماشي بيقولك بقى ايه بيقولك ان الليزر ده بيعتمد على three parameters زي ايه ايه همه three parameters wave length pulse exposure duration the fluence of energy dynasty تمام لازم اعرف الجذوة الاخيرة ده جدا جدا لان لو سأل في laser هيسأل فيه يقولك ايه الحاجة اللي بنعمل بيها ال laser اللي بنستخدمه في vascular lesions هنقوله pulse dye laser ايه ال laser اللي هنستخدمه في pigmented lesions و التاتوز التاتوز يعني rubies روبي هتفكرنا بقى الكزندرية روبي في سكندرية فروبي والكزندريت والنيد ياج لازر ال hair removal بيستخدم فيه الالكزندريت والنيد ياج لازر والديود لازر ال fascia rings with scar وال sun damaged skin بيستخدم فيه fractional CO2 والياج لازر وفرق بين ال ياج لازر والنيد ياج لازر النيد ياج لازر بيستخدمه في pigmented skin والتاتوز وال hair removal لكن ال ياج لازر بيستخدمه في ال scar وال fascia wrinkles وال sun damaged skin طيب بعد كده عندك الكيلويد وال hyper trophic scars بيستخدم فيه fractional CO2 والنيد ياج لازر والبالس الدي لازر الورتس والحاجات بقى هي ال pre-cancerous والcancerous بقى ال skin cancer والورتس والسبريو والكراتوز بيستخدم فيه ال CO2 لازر بكده يا جدا كترا نبقى رجعنا على أهم ال points يارب تكونوا استفدتوا وأتمنى أتمنى تكونوا بتذكروا كويس وربنا يوفقكم يا رب وإن شاء الله الموديول يعدي على خير وكلكم تجيبوا درجات كويسة وتجيبوا امتياز وتكرونها بدعوة حلوة من دعواتكم وربنا معاكم يا رب وإن شاء الله نتقابل في محاضرات تانية يعني لو أنتم عايزين